بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة من مقرر ميكانيكا المواعع 2 الدرس الثاني أنترنل وإن كومبريسيبل بسكوز فلو كنا قد درسنا في الحصص الماضية وعرضنا حالة صريان الماء عندما يكون مابين two plates وتكون البلايت لتحت أو لفوق تتحرك والثانية ثابتة أو الاثنين ثابتين كنا قد استعملنا كارتزين كوردينيتس لدراسة هذه المسألة وإن شاء الله خلال الحصص القادمة راح ندرس حالة ثانية وهي صريان الماء مابين two pipes ورح نستعمل في الحالة هذه زي ما عرضنا في حصة قبل نستعرض أو راح نستعمل cylindrical coordinates cylindrical coordinates فقط لتذكيركم نستعمل فيها three parameters اللي هما r, phi and z بالنسبة للسرعة تنقسم إلى ثلاث أزاء إذن تنقسم على ur, u phi and uz وكما درسنا في plates كنا قد سوينا بضع خطوات لدراسة هذه المسألة وقلنا إن السرعة لما تنقسم إلى ثلاث أزاء ur, u phi, u x and u y and uz فإذن depend كل واحد فيهم depend in four parameters اللي هما time x, y and z نفس الشي هنا في similarity للموضوع يعني راح ندرس ur, u phi and uz وراح نشوف إنهم depends firstly بfour parameters اللي هما time t, r, phi and z اللي دراست هاته المسألة تسمى steady and compressible flow of newtonian fluid between زي ما قلنا cylinder, outer cylinder and inner cylinder يعني cylinder بره and cylinder جوه cylinder اللي جوه rotating يعني يلف وcylinder اللي بره ثبت وكنا قد سمينا المسألة هذه وعرضناها قبل يسمى fully developed pipe quiet flow قلنا كلمة quiet هي كلمة فرنسية تعبر عن age تعبر عن الماء الموجود ما بين to cylinders بهذا زي ما قلنا الحين راح نعرض مجموع الخطوات اللي راح نستعملها لحل هذه المسألة راح نستعمل إن شاء الله في الخطوة الأولى continuity equation and navierstokes equation بالنسبة الخطوة الثانية زي ما قلنا في المقدمة إننا راح نستعمل cylindrical polar coordinate خطوة الثالثة راح نستعمل إيش functional dependence of the velocity components are determined زي ما قلنا إن السرعة تنقسم إلى ثلاث أجزاء u r u phi and u z u r depend time r phi and z u phi depend r phi and z u z depend r phi and z زي ما قلنا الآن زي ما قلنا الآن r direction and u r alpha direction and u phi and z direction and u z every component of velocity depends time r phi and z أيضا u phi time r phi and z u z time r phi and z لحل المسألة راح نستعمل مجموعة assumption بداية راح نشوف assumption الأول اللي هو steady flow وهذا يعني لإيش no time dependence يعني المسألة لا تتأثر بإيش بالزمن فكأنه time راح نلغيوه الشيء الثاني fully developed flow وهذا يعني إنه صاريان الماء لا يتأثر بالz direction فالz هنا راح نلغيوها والشيء الثالث axisymmetric flow يعني no change in the tangential phi direction وهذا يعني إنه الفاي راح راح ما يكون عليها تغير نلغيوه assumption الرابعة راح نحتبر إنه no flow in the axel z direction وهينا زي ما قلنا افتراض يعني ما في صريان للماء في z direction فإذا لو أخذنا السرعة اللي زي ما شفناها قبل في r direction r direction phi direction and z direction زي ما قلنا u r depends time r phi and z u phi function also time r phi and z and u z function of time r phi and z راح نشوف إنه إيش إنه هنا time يروح بما إنه هذا أصبح ما عنده تأثير لو رجعنا للسلايد اللي قبل يمكن يكون الشرح أفضل زي ما قلنا هنا no time dependence فهنا يلغي لي إيش يلغي لي time no change in xl z direction يعني إيش يلغي z direction no change in tundential file direction يعني الف راح تلغى فإيش يبقى لي هنا يبقى لي الشيء الوحيد هو r direction بالطبع هنا ما ننسى لا assumption الرابعة no flow in the axel z direction يعني u z هذه تساوي 0 فهنا راح يبقى لي يبقى لي ur depends only r and u phi depends only also in r و uz زي ما قلنا is تساوي 0 فراح نعرض الأمر هذا بسلايد اللي بعد بما أن قلنا ur function of r u phi function of r and uz تساوي 0 زي ما قلنا إن الكتابة هذه تساوي ur beam قوسي r هذا يعني إن ur depends only on r and u phi depends only on r هنا نكون خلصت الشرح أو بداية شرح المسألة هذه إن شاء الله خلال الحسة القادمة نكمل هذا الشرح هنا أود ترح السؤال قبل ما ننهي المحاضرة هل إن u phi دائما تساوي 0 أو إنها تتأثر بparameter time r phi and z السلام عليكم ورحمة الله